ويستمر الصراع بين واشنطن وطهران باساليب وصور متعددة لا خطوط حمراء توقفه وهذه المرة اخذ صورة اخرى من خلال توجيه واشنطن اتهاما لطهران بتدخلها في الانتخابات الرئاسية الامريكية من خلال ما وصفته الادارة الامريكية برسائل التهديد التي وصلت الى البريد الالكتروني للعديد من الناخبين الامريكيين والتي قالت ان مصدرها طهران خبراء قالوا ان هذه الخطوة مجرد اتهام امريكي يمهد لفرض عقوبات على طهران او تشديد عقوبات مفروضة مدللين بما جرى من اتهام بتدخل روسي في انتخابات 2016 توجيه الاتهام الى ايران من قبل امريكا بانها تتدخل في الانتخابات الامريكية هو يهدف الى اعطاء المبارل الادارات الامريكية للتدخل وفرض عقوبات على ايران وتصوير من تختلف معه امريكا من الدول بانه يتدخل في امر داخلي امريكي يضرب الشعب الامريكي حتى يكون مبررا للادارات ان تعادي ان تفرض عقوبات وثم تميرا ان طهران وعلى الرغم من امنياتها بالوصول الى مرحلة الاختراق السيبراني للادارة الامريكية الا ان الامنيات مجرد اضغاث احلام ولا سبيل امام طهران الا الاستعانة بحليفة تيها موسكو وبكين علهما تحققان لها جزءا من امنيتها ايران لا تستطيع تدخل بصورة مباشرة في الانتخابات الامريكية سوى الضغط على الصين او على روسيا لموارسة اللوبي عبر الشركات الصينية او الهجوم السيبراني اللي اتقام به روسيا في الانتخابات السابقة والذي ادى لفوز ترامب لكن لدى ايران لوبيات تفاوضية خصوصا مع الديمقراطيين ولكن هذه اللوبيات ستكون اقل بكثير من لوبيات الصين وروسيا وبالتالي تحاول ان تضع هاتين دولتين دائما اكتجاه التدخل في الانتخابات الامريكية لكن هي ربما ستباغت هاتين الدولتين بدعم اترامب على حساب بايدن وذلك لهدنة التي ستحصل في الاربع سنوات القادمة وما بين المواجهات المباشرة تارتان وغير المباشرة تارتان اخرى يظل الصراع محتدما بين واشنطن وطهران وما من فرصة تعطي بصيص امل لطهران سوى بفوز اشبه بالمستحيل للديمقراطي بايدن على ايران انتظار النتائج